سنذهب الآن فورا إلى فقرة أفكار إيجابية في أفكار إيجابية ساميرا يسعدنا اليوم أن نقول مساء الخير للسيد لبيب المسعدي من المغرب والذي استقر في الستوديو هو معنا اليوم ليحدثنا عن فكرة عن حكاية مؤثرة جدا لحق فكرته إلى الآخر رغم الصعوبات رغم كل المشاكل وهي فكرة آمل أن تكون ملهمة في بلدان مثل كثير من بلداننا العربية لا تعطي أهمية كبيرة ربما للمسنين هناك مشاكل يعانون منها لبيب المسعدي كان يعيش في فرنسا لمدة 17 عاما وبعد ذلك توفي والده جاءت والدته للتعيش معه هنا في فرنسا لم تستطع العيش أكثر من أربع سنوات عادت إلى المغرب كان يعود من حين لآخر لزيارتها وهنا أتت فكرة وحملة بدأت كحملة حملة أمريا الوالدة ومن ثم تحولت إلى فكرة أراها عظيمة مساء الخير سيد لبيب المسعدي مساء الخير سميرة مساء الخير غيتا شكرا جزيلا للإصدافة ولا يمكن أن أقدم الجمعية بهذا الإبداع كما فعلت شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا بدنا نحكي كثير عنها كيف أجتك الفكرة أساسا وهي أمريا الوالدة يعني أمريا أمريا الوالدة هذا العبارة دي الأمريا الوالدة هي عبارة بالديالكت ماروكان بالشعبي باللهجة المغربية نقولها يوميا عندما نرى مسنة تحمل أشياء تقيلة مثلا في التسوق أمريا الوالدة نهز معك هذا القفة نساعدك يعني اقتراح المساعدة وبما أنك أنا الأم اللي كانت تعيشة وحيدة وفكرت وأنت طفل وحيد وأنا الإبن الوحيد وكنت أتساءل دائما لماذا ليس هناك جمعية أو مجموعة من المتطوعين يقومون بزيارات مستدامة للمسنين فاقد السند على غرار المسنون الذين يعيشون في دور الرعاية الاجتماعية أغلبي المسنون في المغرب يعيشون في بيوتهم يعني ما زال كندردات الوالدين وهناك المسنون المعزولون وهذا هو وضعت أصبعك على هذا الجرح وقلت حملت أمريا الوالدة وشعارها ابحثوا عنهم في كل الوطن فهم بينكم يموتون في صمت ولا يشتكون بس أنت تخليت عن كل شيء في باريس وعطت إلى المغرب ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ يعني شعن قل لك أنا يعني جيت إلى فرنسا صدفة يا حياتي صدفة أيضا ولكن يعني في الوقت أنا كنت أشتغل هنا سائق تاكسي أسرة حالة يعني مستقرة كأي مغربي مهاجر في هذا البلد الجميل ولكن بعض المرأة نحتاج إلى طرح بعض التساؤلات في مسيرة الحياة هل نحن في هذا الطريق صحيح أو في هذا الطريق يعني سنظل هكذا إلى الموت أو نبحث عن معنى آخر للحياة نحن نبحث عن السعادة في آخر المطاف وأنا وجدت سعادتي عندما وهبتها لرعاية المسنين وإلى يعني النضال في هذا الدرب لتسوية وضعية المسنين في المغرب التي وجدتها فعلا تحتاج إلى تسوية قبل ما تفكر برعاية المسنين وإنك تأسس جمعية نعم وتعمل في المجال يعني الأسوسياتيف في المجال المجتمع المدني إيه اللي حصل علشان تجيلك الفكرة دي يعني أكيد أنت كنت بتروح من حين لآخر بتزور والدتك في المغرب هنا حست بنوع من التأثير أنك مش متواجد أنه هي لوحدها نعم أنا كنت أتساءل دائما أن أقول مع نفسي ماذا قدمت لهذه المرأة التي ضحت من أجلي يعني شنو مثل تقولوا أنا الآن أعيش في فرنسا وهي في المغرب مكالمات هاتفية ولو يومية مثلا ثلاث مرات في اليوم أما بعد لما ستموت ماذا سأقول لنفسي ماذا قدمت لهذه المرأة وبالتالي وحد نهار يعني مني ما كان ينقطع التصال يعني سسعي التصال عبر الهاتف الشيطان كي يقول لي حصل لها مكروه يعني وأفضل في هذا لما ما تجعبك على الاتصال لما ما تجعبني في الهاتف وفي يوم من الأيام يعني كنت أمام منزلي هنا في باريس يعني كنتش مرتاح نكونش مرتاح تماما يعني وأنا كنظن هذا المشكل يعاني يعاني من العديد من المهاجرين العرب في بلاد المهجر يعني نظل دائما يعني كنت خيلو السيء الأباء دينا والأجداد وتحس بالدام وتحس بالدام وتحس بالدام وكل شيء يعني في يوم من الأيام أنا في واحد صباح وقفت أمام يعني في قرب المنزل الذي كنت أعيش فيه وشفت سيارة يعني الجمعية جمعية فرنسية محلية تعتني بالمسنين ومشيت بكيريوزيتي قلت لهم شنو شنو كديرو هنا قالوا لي احنا مجموعة من المتطوعين نقوم بزيارات المسنون العزل فاقدي سند وهنا جاءتني الفكرة وكان عندي صفحة عبر الفيسبوك ولنصيت هاد هاد الحملة وسميتها أمريا الوليدة وأنكتشف يعني يوم من بعد أن أن هادك الهاشتاغ أمريا الوليدة انتشر بشكل رهيب عبر المواقع التواصل اجتماعي وكان هناك اتصال بالميديا في التلفازة في هدف الارتكل واثناشر يوم من بعد وصلتني مكالم عبر الهاتف ألو بونجور موسيو وي سي كالا باغاي الجمعية التي وجدتها يعني في في فرنسا في فرنسا شافوا شافوا الارتكل وكان نحكي في مقال يعني والاسم لليا الجمعية صدفوني عنه دخلت لها ديك الجمعية يمكن نقول هذه الجمعية تأسست 1947 مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى أطلقها أحد من فرنسي يعني من البرجوازية الفرنسية وكانت عندها طابع ديني عبر الكنيسة لمساعدة المسنون العز الفاقدي السند الذين يعني فقدوا كل شيء بعد الحرب العالمية الثانية الآن هذه الجمعية تشتغل بسبعة وثمانين ألف بنيفول سنويا وأكثر من 114 ألف مسن يتم رعايته سنويا بفضل حزمت الأحقبة الحقائب والأحقبة أخدت حكتك ويلا رجعت ومشيت عند الولدة وأسسنا رفقة أصدقاء طفولة جمعية سميناها جمعية معلفة العزة علي المسنين النهاردة بتقول حاجة مهمة جدا أنه الجماعية من خلال مساعدة المسنين ممكن نتكلم عن الجانب الاقتصادي يعني أنت ممكن من خلال الجماعية تخلق فرص عمل كيف ممكن تخلق فرص عمل أعطيوني وحد الوقت نشرح لكم على الوضعية المسنين حاليا في المغرب الوضعية المسن يعني في المغرب هي وضعية قاتمة وهي حقيقة يعرفها الجميع حسب تقارير دولية وتقارير وطنية حكومية وغير حكومية ولا يمكننا أن نخفي الشمس بالغربال لا في المغرب لا في باقي الدول العربية نحن في مراتب متأخرة حسب مؤشر هيلب ايتش يقول بأن المملكة المغربية في رعاية المسنون يعني توجد في المرتبة ربعة وتمانين من بيس وتسعين دولة بعد غانا وجنوب إفريقيا ونحن الوحيدون في المغرب في الدول المغربية اللي في هذا الكلاسمون ألا يوجد نحن في لبنان نسميها بتصير مثل واحد بيستحي يقول مأوى عجازة مأوى عجازة نعم ألا يوجد هكذا دور في المغرب نعم هناك يعني دار العجازة أو دار المسنون ولكن بالدارجة يعني بالمعروف عليها بدار الخيرية وهو أكثر أكثر سلبية الآن يعني الإسم الرسمي لدار الخيرية ومركز الرعاية الاجتماعية دار المسنون ويوجد في المغرب بين 60 و 62 مركز للرعاية الاجتماعية التي صراحة مكلفة يعني لا هي مجانية لأنها تعتني بالمسنون العز الفاقد السند بدون وأبواء المتشردون الذين يعيشون في وضعية صعبة صلبية قوي لأنه يمكن في عادتنا أو تقاليدنا في البلاد العربية ليس في عادتنا بل هذه حقيقة يعني سنواجهها في شيخوخة العالم هذه حقيقة تدرس في جميع التقارير شيخوخة المجتمع المغربي حقيقة أيضا نحن الآن 3 مليون فاصلة جوج موسين في المغرب هذا العدد في تساعد من 2030 2050 سنمثل وربع سكان المملكة ولكن ليس هذا المشكل المشكل هو أن 77% من المسنون في المغرب ليس لديهم أي مستوى دراسي أي مستوى دراسي 84% ليس لديهم أي معاش أو أي دخل مستقر 31% من المسنون في المغرب فقط ما لديهم التغطية الصحية نعم كيف نتكلم عن رعاية المسن هل سنرعى المسنون فقط فقط في دور رعاية الاجتماعية مع العلم أن أغلبية المسنون في المغرب براكينار ذات الوالدين ما زال عايشين مع أولادهم ما هو ذا اللي كنت عايزة أو له لك نحن ما نتكلم عن الموضوع ذا لأن يفترض أنهم عايشين مع الأسرة أغلبية كان هل كان الأب والأم والأبناء الأب يموت غالباً يموت قبل الأم الأم تفضل مع الأبناء الأبناء يكبرون الأبن يكبر ويسافر إلى مدينة أخرى أولاً والأبناء إما تسافر للعمل أو تتزوج وبالتالي تبقى الأم وحيدة ما أختنا على الشق الاقتصادي رعاية المسنين في المغرب لما نتكلم عن رعاية المسن في المغرب نتكلم عن رعاية المسن في دور العجزة وهذا خطأ يعني لما نذكر مسن نفكر فقط في المسن الفقير المهمش المعزول فقط سند لما نترك المسن في بيته لما نتكلم عن رعاية المسن يقضي نهار معه يساعدوا يعملوا الأكل وبالنسبة للمسنون اللي عايشين في دورهم ندرو دي فيزيط رجوليير سيارات منتظمة دي فيزيط دي فيزيط دي فيزيط ويساعدوا يعني أشخاص تبقى مهنتهم مهنتهم رعاية المسن حالياً ما تفعله أنت في الجمعية يحدث هذا الشيء ولكن عبر متطوعين عبر متطوعين ومينما لم نفتدي بعد نحن لدينا مشروع في مطبخ تداموني وفي دار الرعاية للسقبالة النهارية هذا هذا اسمه الكونسيبت كناديا هذا الكونسيبت كناديا درته كندا في الفكرة كنديا وعلى الف وتسعمية وتسعين دخل إلى أوروبا عبر بلجيكا في الفين وثلاثة ما زال في طور تجربة أيضاً في فرنسا علش ما ندخلوش بلدنا المغرب ونحاول نترجموه نعملو التام مغربية دي لها نحن عادنا شغالات في المغرب وكين قانون يؤثر التشغيل يعني التشغيل في البيوت ويشغلون في البيوت للتخفيف عن الأبناء والأحفاد الذين يقومون برعاية أمائية من سيدفع لهم؟ من سيدفع؟ العائلات لماذا ستدفع؟ المؤسسات الرعاية الشيماعية تدفع يجب أن تدفع الوصول على المغرب لكن ليس المغرب قوانين جديدة قوانين تعطي الحق في المنم فييس قانون يعطي الحق في التغطية الصحية الشاملة ونعطيك كرقم بسيط سمح لي نكمل لك كرقم بسيط جدا حاول تسوفير مناسب الشغل الوصول الوصول يقول لك شاك أكسيليار دو في خدم على السافة إلى خمسة موسين في اليوم إذا عملنا في المغرب شاك أكسيليار دو في أو شغالة عندها خمسة الموسينين كتخدم عليهم كتدير لتورني دو متن لتورني دو ميدي الصبح والمساء وخمسة فقط لو اشتغلنا على 173 1310 موسين اللي هما اللوتو يعني الرقم للمسنين معزونين سنوفروا 36 ألف منصب شغل سشون كجميع مراكز الرعاية الشيماعية في المغرب بأسره 1051 مركز نساء وأطفال متشردين وكل شيء والمسنين يوظفون فقط 8500 منصب شغل وجميع هذه المراكز الشيماعية في المغرب تعتمد في مواردها المالية على الإحسان بنسبة 50.98% والباقي ما بين تعاون الوطني والوزارة الأسرة والتدوام بنسبة 37% و11% بالمشاريع المدرة للدخل أو العاقارات كيبقى هنا الإحسان يلعب دورا مهما في تمويل المراكز الرعاية الشيماعية ويمكن أن يلعب دورا في تمويل هذه الجمعيات أو هذه المؤسسات الخاصة أو الشيماعية التي ترعى المسنون في بيوتهم أنت رفضت أن تحصل على منحة نعم أو شو نقول منحة تصريح تصريح المنحة وهي صدقة 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 يعني هي مساعدة مدية للصخرية فقط أنا المنحة أعتبرها صدقة يقدمها المجلس الجماعي للجمعيات وبالتالي هو عمل رسمي هو عمل رسمي ولكن يوضف سياسيا للأسف يوضف سياسيا للأسف وهي منح هزيلة جدا أنا أقترح وهذا منظوري الشخصي أن هذا المنح تمنع توزيعها من طرف المجالس الجماعية ويمنح المنح على الجمعيات كاملة إلا بشرط واحد ألا هو أن الجمعيات تتقدم بمشروع وليس منح هكذا توزع خبطة عشواء هذا ليس وبالتالي هناك ركوب سياسي وهناك يعني والله وحده ويعلمهم في القلوب أنا ما كنت خلش في النية دي العباد الله ولكن راح الفلوسة هذا وبالتالي هذه المنح هزيلة جدا لن تصلح لشيء كنا مسألة دي التبرع قلنا بأن المراكز الاجتماعية تعتمد في مداخلها المالية على التبرع التبرع في المغرب يعني يتبرع الأفراد والشركات على الجمعيات شرط أن تكون الجمعية ذات المنفع العامة وشرط أيضا أن تكون مؤسسة حكومية كمؤسسة التعاول الوطني أو في فرنسا التبرع الدولة تساعد على التبرع تقوم بحملة تحسيسية ونظام ضرائبي يساعد على التبرع بحيث أن فرد أو شركة لو تبرع على جمعية رياضية ثقافية أو الحفاظ على الباتخيموان عندها تبقى خصم يحسن من البرع entre 66 و 75% فده بشجع الناس في المغرب 2% فقط إذا كانت الجمعية ذات المنفع العامة لذا أنا أقصرح أن أكثر أدبطي للسوسيتي أو فييئي اسمو بعد المسألة تبرع بس المغرب بلد إسلامي والناس برضو بتتبرع في زكاة في ثقافة الإسلامية أنه في تبرع أنه عادي في حياتنا حياتهم اليومية جميل ولا دمش حي لا لا جميل لو ذكرت التقافة الإسلامية يجب أن تكون هناك قطيعة ما بين العمل الخيري الإحساني وما بين وهو واجب ومؤسسة للدولة صراحة يكفينا يكفينا من هذا العمل الخيري في سبيل الله لوجه الله التطوع أنا مدة سنة ونسوانا أصرخ في الفيسبوك أين هم المتطوعون أين هم المتطوعون والمساجد مملوئة بالمؤمنين أين هم المتطوعون لا شيء الناس اللي بتبكي ونفسها تعمل حاجة ولكن لا شيء في أرض الواقع يعني يكفينا هذا النفاق الآن هي مسؤولية دولة دولة مسؤولية رسمية هذه واجب مدني وهذا واجب إنساني يجب أن نشغل عليه والموضوع طويل في هذا الأمر أدلخصنا بس المهم من الواحد يقولي كلام ده هل بدأتم فعليا بعض الشيء أم لا بدأنا نعم بدأنا هل نضم إليكم بعض الأشخاص هل تزورون بعض الأشخاص نعم نزور نزور بعض الأشخاص عدنا نقوم نحن نقوم بالتحسيس يعني حملة تحسيسية ونحاول أن ننشرها عبر مواقع التواصل الشيماعي بحيث نضع اسمي تعليه الحالد مسن ونسوقها عبر الإعلام بدون طلب التبرع ونقوله سيروا عنده وشعارنا ابحثوا عنهم فهم بينكم يموتون في صمت ولا يشكون حالد يلبع بقادر مسن يبلغ من العمر 80 سنة بدون مورد بدون تغطية صحيات يحتاجوا إلى رعاية يحتاجوا إلى دفع والناس ستتواصل معهم مباشرة أو عبرنا إذا كانت هناك علاقة ثقة لأن الناس فقدين اتقاف الجمعيات بصيفتين عامة ونحن نحن نحاول ما أمكان أننا نغيروا هذه العقلية من مينما الطريق طويل ولكن سنواسل بس إنك تواعي الناس بالطريقة دي مش برضو بتبقى مهينة شوية للأشخاص دول يعني إنك تورو فكرتني بحاملة ضد السرطان لا بس أنت أنت مش عارضي أنك تصورو فعلا هذا اللغم اللغمات كنجبرهم عبر الأنترنت كيف لي أن أهين شخصاً وأنا أحاول أن أساعده عبر الأواقع التواصل الشيماعي أسماني يكمل لك وهو يتسول بوجه مكشوف في الشارح أين كان العرب وأين كان المسلمون هذو اللي يقولون أنك تشوه وهو شخص يعني يعيش بينهم يومياً يموت يتسول في الشارح ولا أحد يساعده لا بس بتفكرني القصة دي ببرده تعرف الإعلانات للأطفال المريضة بالسرطان اللي برضه يعني ببرعوا بنشوف برضه الصور ومناظر بنسبل الأطفال القانون يعني هل ممكن يعني نقوم بحاملات بس بطريقة يمكن كريمة أكتر بنسبل الأطفال نحمي الناس دي الأطفال ليس مختلف على المسن الأطفال القانون الدولي القانون المغربي والقانون الفرنسي يمنعوا من تسويق صور الأطفال في التلفاز وليس المسن نحن لا نشوه الأمر أو لا نشوه المجتمع بل نحن نحاول أن نتير الجدل هذا موضوع هذه آفة الشماعية رح قلنا من دبل 2050 ربع سكان المملكة سيكون من المسنون وأغلبياتهم عندهم تغطية صحية ولا تقاعد إذن الآن يجبنا الخدمة لما كناش يجب أن تباستي تابي فار شوكي يجب أن تشوكي لكي يجب أن يجب الناس الآن لديي الثقة في المؤسسات أنا مغربي وطني ولديي الثقة الكاملة في المؤسسات حيث تواصلت مع وزارة الأسرة والتدامون وهناك مشروع وهناك رؤية وهناك تجاوب أيضا مع المجتمع المدني يعني ما أقول لك اللي بيبقى المشروع رائع نعم أوكي وإنت طبعا ترعرعت في المغرب جيت اشتغلت هنا ورجعت المغرب في الآخر زي ما بتقول المغرب بلدك هل لقيت برضو صعوبات كثير عشان تروض نعم عندك 30 ثانية 30 ثانية بصراحة صعوبات صعوبات تبادل الأفكار يعني السنين تواصل تواصل في صعوبات دي التواصل بل الشعب المغربي يفضل شعب طيب يعني في العالم أعرف أنا كيف سمعتك عم تحكي اليوم خلال هذه الحلقة وكيف عم تقدم المشروع وكيف أنت كلك حماس لهذا المشروع خطر لي أنه ربما من هلأ العشر سنوات قد تصبح هذه الفكرة وهذه الجمعية كالجمعية التي حدثتنا عنها الفرنسية ومشي بس في المغرب على الفكرة أنت انتشر في العالم العربي أنت شكرا كتير لحضورك سعدنا جدا بتتعرف إليك ومن لك كل التوفيق مرسي لابي بل سعدنا إلى اللقاء